إذن جاءت مرحلة التسعينات لا نغوز كثير في التاريخ جاءت مرحلة التسعينات ونحن ندرك بأن مرحلة التسعينات هي مؤامرة حقيقية من ضباط فرنسا ممثلة في خالد الزروة من معه حيث أكبر خطأ تم حدث هو إعطاء الاعتماد لجبهة الإنقاذ الإسلامية فكل المعطيات أنا ذاك تقول أن هذه الجبهة متطرفة وطبعا يجب أن نفهم شيء أن هذه الجبهة ليست سلفية كما يزعمون أبدا هي جبهة خرجت من رحم جماعة تنظيم الإخوان المسلمين وكل قادتها تربوا في هذه المدرسة حتى وإن غيروا في بعض مناهجهم الفكرية هي الأشياء ولكن التنظيمية هي والمدرسة التي تربوا فيها هي مدرسة الإخوان المسلمين ذات المعروفة بمدرسة الإسلام السياسي بين ظفرين كما يتعاون العبد الفقير الذي كان يقود صنظيما معه عرفة باسم الجسام الإنقاذ تربيتي تكويني أخلاقي نشاطي حياتي الدعوية كلها كان في إطار إخوان المسلمين كان أكبر انتقام قدمه خالد نزار وجماعته من الجيش الوطني الشعبي هو إعطاء منح الاعتماد لجبهة الإنقاذ وعلى مدار من سنة 1989 لما منحت جبهة الإنقاذ الاعتماد إلى غاية 91 على مدار عامين والجبهة تحقن الشارع وتزرع التكفير والتحريض إلى أبعد حدود وفتح لها المجال وكان المهيمن في ذلك الفطرة هو خالد نزار على الحكم فتركهم وبعد ذلك عالج الخطأ بخطأ أقدر بمعنى الكلمة وهو الإنقلاب ترك الشعب ينتخب ونحن بغض النظر على ما قيل في تلك الانتخابات ولكن العالم في ذلك الوقت شاهد لها أنها انتخابات نزيهة ونزيهة أدت في ظل الحشد العاطفي في ظل الاحتقان في ظل الكراهية المتزايدة تجاه السلطة وجه الجزائريون في أغلبهم فيهم بعد عاطفي كبير خاصة إذا وجد من يلعب له على الأوطار أوطار التاريخ أوطار الدين أوطار الوطنية الجزائر عاطفي إلى حد كبير فأخذتهم العاطفة وبعدما تم حشد الشارع وبلوغ درجة كبيرة من الاحتقان تم الانقلاب فدفعوا الناس إلى الشوارع وبعد ذلك دفعوهم إلى الجبال وحملوا السلاح وتم تشكيل جماعات هناك من شكلت جماعة الإسلامية المسلحة وهناك الحركة الإسلامية المسلحة وهناك من شكلت جيش الإسلامي للإنقاذ في نظره كي يكون كبديل المؤسسة العسكرية وحوربة المؤسسة العسكرية ولم يجد وزج خالد نظار ومن معه المؤسسة العسكرية في حرب كانت خسرت فيه المؤسسة العسكرية الكثير في ظل ما كانت تقوم بهذه الجماعات التكفيرية الجية التي خرجت من رحم الجماعة جبهة الإسلامية للإنقاذ حقيقة ما يجب أن ننكرها ننكرها لما بدأت المجازر هؤلاء الذين الآن في الخارج يدافعون أو يتصدرون الحركة الشعبي تحت مسميات جديدة ومختلفة إلى حد ما هم أنفسهم الذين كانوا يدافعون عن الجية بطرق مختلفة هو لا يستطيع يقول أنني أنت من الجية بل أن هناك من تبنى أصلا من تبنى حتى عمليات تفجيرات قتلت مواطنين جزائريين وأذكر مثلا تفجير شارع ميروش السيارة المفخخة في شارع ميروش التي كنت سأكون ضحيتها في ذلك اليوم على دقائق أنا كنت في ساحة الأمير ونازل رايح على ميروش حدث الانفجار وأنا في ساحة الأمير لو بقي يعني تأخر شوي الانفجار لكنت أحد ضحايا ذلك الفجار تبنى أحد من المفروض نائب تم انتخابه في برلمان الفيس يس من الخارج وبعد ذلك تم اعتقاله وكذا واليوم يتبجح ويتغنى بالدولة المدنية والحل السياسي السلمي وما إلى ذلك تحت أقنعة جديدة المهم المهم هذا فتم في ذلك الوقت تم نسج فكرة من يقتل من فجاءت هنا جابوا أشخاص نعرفوهم بينهم حتى اللي كانوا معي في السجن في السجن العسكري كانوا تم لما جاءوا إلى فرنسا تم استعمالهم على أساس أنه شاهدي عيان على مجازل كان يرتكبها الجيش وكذا 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 وعندما أقول هذا الكلام لا يعني أنه لم تحدث تجاوزات من طرف العسكريين أبدا حدثت تجاوزات وكنت شاهد على التجاوزات لكنها حدثت قام بها أفراد وبينهم الكثير من تم سجنهم ومعاقبتهم وأنا لما سجنت في المؤسسة العسكرية تم سجني بتهمة بتهمة الكتابات غير المرخصة والتحريض تحريض سياسي وكذا وكذا وعلى كل حال ليس له علاقة بالإرهاب حتى نكونوا على بينا قضية أني كنت نكتب في الصحافة الصحافة بدون ترخيص المهم فلما سجنت وجدت الكثير من الضباط تورتوا في مثل هذه القضايا موجودين في السجون فهناك من يعني استفطن له سجن وهناك حتى من سرقة السيارات تورط في سرقة السيارات وسرقة المواطنين إن يستغل كتيبة تمشي معاه ويسرق الناس وسجنوه وبعد يطلع للخارج وقدم نفسه أنه زعيم سياسي على كل حال فالمهم لا ندخل في الديطاي كثير لحتى نغرق فالمهم جابوا فكرة من يقتل من وراحوا يشككون بأنه هذه ويبرئون الجية وفي مجزرة بن طلحة ومجزرة الرئيس واستمى استغلال الناس جاءوا لهنا ظروف يعلم بهاغي الرب بكما حاولوا استغلالي أنا شخصيا لما جيت على فرنسا أول مرة فأردوا أن يستغلوني ضد المؤسسة العسكرية وهو ما رفضته لما وجدت أنهم يريدون فقط استعمال قصتي وأنهم يحبكوا سيناريو وفقا بناءا على الأماكن اللي عملت فيها وينسبوا أشياء للمؤسسة العسكرية على لساني وهو الذي رفضته وهذا العرض لم يأتيني من فرنسيين أو كما يظن البعض بل آتاني من طرف أشخاص هم الآن يتصدرون الحركة الشعبي تحت مسمى تغيير في الجزائر وإصلاح الدولة الجزائر